الحقيقة فكرة الخبير العقاري السيدة ده حاجة رؤية جداً يعني أنا سعيدة أن أنا بشوف خبير العقاري وأنا كمان سعيدة أن أنا موجودة معاكي النهاردة في البداية هحب أوضح سؤالك إيه هو الفرق من العائد الاستثماري والإيجار الإلزامي الفكرة أن إحنا في الإيجار الإلزامي الشركات بتغير سعر المتر بمعنى أصح أن أنا برفع سعر المتر وبرجع أدهوله تاني في صورة أن ده الإيجار بتاعك فبرفع من ناحية وبرجعهوله من ناحية تانية هقولك بمعنى أصح أكثر إزاي؟ لأ أنا كده تلخبطت يعني أنا كشركة ببيع سعر المتر أغلى شوية أغلى أو الضعف وبعدين أقوله ده أنا هديك عائد إيجاري فأخد منه وأديله بنفس الموضوع صح في الحالة دي الكلاينت ما بيبقاش عارف مين المؤجر منه طب ما أجر المتر بكام طب إيه النشاط طب إيه الإيجار أبداً هو بس مجرد اتفاق ما بينه وما بين الشركة أنه هياخد منها إيجار بس في النهاية الشركة هي اللي بتأجر المحل دوات بالمساحة دي بالسعر اللي هي عايزة وفي الآخر هي اللي بتاخد طبعاً نسبة الإيجار دي بتدينه النسبة اللي هي متفق عليه اللي هي أصلاً من فلوسه نتيجة ارتفاع سعر المتر طب أنا بقى كعميل أعرف إزاي أنه الشركة دي بتضحك علي يعني هي كده بتضحك علي هي دي عموماً فكرة الإيجار الإلزامي لأن إحنا ما بينناش المشروع المحل مش موجود كيانه دلوقتي عشان أنا أقدر أن أنا أخذ منه إيجار بس الناس بتشتري المحل علشان تاخد منه الإيجار ده بس فالشركة بتبيعه على فكرة اسمه الإيجار الإلزامي إن أنا بشتري المحل النهاردة بسعر عالي شوية والفرق دوت الشركة بترجعه لي تاني وبالفعل لما نيجي نسلم المشروعات الشركة تاخد الإيجار ده لصالحها هي والفرق ده بنرجعه تاني للعميل عشان كده إحنا دايماً بنرجح فكرة العائد الاستثماري وإيه هو العائد الاستثماري إن أنا بشتري المحل من النهاردة متأجر لبراند معين والبراند دوت بيديني نسبة من الإيجار والأرباح بنديها تاني للعميل فمهم قوي إن أنا ما أجي أشتري في مشروع أشتري في مشروع عنده عائد استثماري طب العائد الاستثماري بقى سعر المتري فيه مش غالي بالقياس للعائد الإيجاري مش غالي بالقياس على حسب أنا بشتري في المشروع ده فين مكانه في العاصمة الإدارية لوكيشن المول الشركة المطورة البراند اللي هبيع له المساحة ديت أو هيأجرها كل ده بيتحدد على أساس سعر المتري معلش البراند ده هيجي يشتري من عندي لي كشركة وأنا لسه أوف بلان أننا بنتعاقد مع البراند ده بمعنى أن أنا كشركة بيجي أقوله أن أنا عندي في المول ده محل تسعيرته الكودية كذا مساحته كذا اللوكيشن بتاعه هنا في الخريطة فبيجي يقولي حلو قوي أنا هتعاقد معيك وهنمزي من النهاردة عقود أن أنا مؤجره منك من تاريخ الاستلام لمدة 10 سنين 15 سنة 9 سنين وكمان بيديني فاكتشيت بيقولي أنه لما يفتح في المكان ده هيقدر يكسب كام وهيأجر بكام وهيديني العائد إزاي فأنا ببيع للعميل على هذا الأساس طيب والعميل بقى من إمتى يقدر يأخذ العائد بتاعه من يوم الاستلام من يوم الاستلام يعني أنا بشتري منك أوف بلان بفضل أدفع أصوتي مجرد ما استلم بتبتدي العائد الاستثماري أخذ العائد الاستثماري